لدي نعمة وآيات حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى تلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد إن ده أكيد في انتظار الاتصالات والتساؤلات على تليفونات البرنامج ويمكنكم التواصل معنا عبر رسالة الاسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك حيثو نجيب على الرسائل فورة ووصولها إلينا كل عام وحضراتكم بخير يستمر معكم اللقاءات ويتجدد مع العام الهجري الجديد الذي نرجو من الله أن يكون عام سعيد ويحقق لكل من يريد مبتغاه بإذن الله تعالى ويهب الله من خزائنه التي لا تنفذ منذ شهور ونحن نتحدث عن الكوفيد ناينتين عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد وعرضنا لحضراتكم حاجات كتيرة جدا وعدت حضراتكم أنه حيجي يوم وتقل الحالات وتعود اللقاءات والناس ملاحظة أن الدنيا في مصر ولله الحمد فيه هدوء إلى حد ما طبعا فيه زيادة قليلة كده في بعض المحافظات الساحلية يريد تكونوا فاهمين أنا أعني إيه وحتفهموا في آخر الحلقة وكمان في بعض الزيادة في بعض المناطق لكن إجمالا الحالة هادئة مقارنة بالجيران اللي من كل حتة حيث تزداد الحالات حولنا في أوروبا في موجة تانية من زيادة الحالات ما قلتش موجة جديدة من المرض قلت موجة من زيادة الحالات ما زالت أمريكا الجنوبية بقرة ناشطة جدا حتى أفريقيا اللي كانت الحالات فيها هادئة في دولة المغرب رعاها الله وابتدت الحالات بتزيد زيادة واضحة جدا في الأيام الأخيرة الجزائر كذلك على شمالنا الأردن بعد هدوء ابتدت تعاود فيها الحالات إسرائيل ناشطة جدا في الفترة الحالية السورية ما زالت السعودية فيها نشاط بالتالي يحيط بنا نشاطات الوباء من كل جانب ولكن لله الحمد الحالة في مصر في هدوء نرجو من الله أن تستمر وعشان يستمر هذا الهدوء نؤكد على النصائح لأن للأسف الشديد أن الشعب المصري عنده قوة البدايات لكن دايما ما ببقاش عنده العزيمة في الاستمرار وبلهم قصير وما بيستمروش وما بيفتكروش فنؤكد على الكمامة اللي لازم تكون المرافق بتاعك في كل الأحوال والتباعد المجتمعي ونشوف أول صورة معانا هذه هي النصائح التي نعود ونؤكد عليها لتقليل احتمالية الإصابة وإذا حصل إصابة تؤلل اللي هو كمية الفيروس اللي بتخلش الجسم زي ما انت شايفين النصائح العامة بغسل اليدين المتكرر وقلنا إن احنا نظافتنا وديننا اللي بيقول لو سمحت توضى وكرر ولو توضيت خمس مرات لفروض وخمس مرات لسنن عشر مرات في اليوم ده يكفي استخدم الطريقة الصحيحة للعطس والكحة إنك تستخدم منديل إنك تتوجه وشك بعين عن اللي قدامك إنك تكحف كوعك لو ده مش متاح تقليل التجمعات قدر الإمكان والتباعد المجتمعي وأكدت لحضراتكم أن التباعد تباعد مكاني وزمني يعني يا ريت ما تروحش للمشوار اللي مش ضروري لو دخلت لازم في الأماكن سيئة التهوية والمغلقة استخدام الكمامات والتباعد في المسافات تقريبا من متر ونص فيما فوق وتقليل الأوقات والمحادثات ها علشان نقلل الاحتمالية لأن الفيروس بيتنقل لما تقعد تتكلم مع حد مصاب تقريبا خمس دقايق فيما فوق فكل ما نبعد المسافات ونقلل المكالمات ونحد من الاجتماعات ده يقلل من احتمالية الإصابة بالفيروسات الحاجة كمان اللي واضحة قدامها أخضراتكم على الشاشة إن أي حد يصاب بأعراض ونظن فيه يجب أن يعزل تمام صحيح المرض بيبقى موضي يومين قبل ظهور الأعراض لكن كمان بيستمر 3-4 أيام بعد الأعراض وبلاش المكابرة والمغلطة والإصرار على الإنكار اللي بنلاقيه من العينين لا أصلا قعدت في المروحة لا أصلا عندي برد إنه متخيل بس واحد يقول لك أصلا عندي التهاب رأوي حيجيلك التهاب رأوي فين وانت في شهر أغسطس وانت في شهر أغسطس بس مش كورونا هيجي التهاب رأوي منين في شهر أغسطس ما لم يكون كورونا أصلا حتى عملت المسحة وطلعت سلبية المسحة بتبقى خاطئة في 30% من الحالات وكل الحالات اللي عندها أعراض أو اشتباه في الأعراض يجب أن تعامل بقرار وزارة الصحة العالمية على إنها كورونا إلى أن يثبت عكس ذلك وحتى بعض المراجع الطبية بتقول وحتى إذا ثبت عكس ذلك تمام تعالج أي حالات فيها اشتباه على إنها كورونا وقلنا لحضراتكم إن الأعراض عمالة تتغير وتتطور وقلنا إنه مرض بلا كتالوج وقلنا إنه بيصيب كل أجهزة الجسم وإنه ممكن يعمل حاجة وضدها وليس بالضرورة إن تكون الناس حرطهم عالية اللي فاكرين إن حتما إن الحرارات تبقى عالية وليس بالضرورة إن تبقى فيه أعراض تنفسية دي الأعراض الأغلب والأكثر شهرة لكنها ليست الوحيدة وبالمناسبة في الفترة الأخيرة معظم الأعراض هي أعراض معاوية وجهاز هضمي ونخش بقى في الجدال بتاع أصلنا كلت حاجة ولا دي نزلة معاوية ولا أي حاجة فيها أعراض تشابه أو تقترب من مرض الكوفيد-19 يجب أن يتم تشخيصها والتعامل معها لأنها كوفيد-19 لكن كمان في حاجة مهمة جدا خاصة في ظل فتح المقاهي وإن التحديد 25% من الكراسي اللي محدش للأسف يلتزم به العادة العربية القميئة القبيحة المضرة في التدخين وفي تدخين الشيشة على وجه الخصوص ياريت نشوف الصور اللي معنا الشيشة من الحاجات اللي ثابتة باليقين أنها طبعا مضرة وليها أضرار وتساهم في انتقال السل وده سبب لوجود أجيال حديثة من السل اللي بتقاوم المضادات الحيوية والشيشة تنقل أمراض التنفسية كلها والشيشة تنقل الكوفيد-19 تنقل مرض الكورونا طيب يا سيدي أنا مش هاخد مش هقعد في قهوة ومش هاخد الشيشة دي من حد ولا البابساب بتاعها ولا الليل اللي بيحتفظ بالفيروس والناس فاكروا يقولك إزاي دكتور فيروس هيبقى عايش والمية سخنة وحجر فيه نار أيوة يا فندم بيعيش وينتقل زي ما المحافظة الساحلية اللي معتقدين أنهم لأنهم قاعدين على البحر فاحنا مش هيجيلنا حاجة دا البحر يعني والبحر حنتنقل والهوى دا كله وحيتنقل في مرض نعم بيتنقل وبالتالي الشيشة اللي حضرتك بتستخدمها نشوف الصورة اللي بعدها حتى لو ما تنقلتهاش بين شخص الآخر وبين مريض الآخر وبالتالي كانت مصدر لنقل العدوى فهي باليقين بتقلل مقاومة الجهاز التنفسي بتاعك وبتقلل من مقاومة الجسم وتزيد من احتمالية إصابتك بهذا المرض وإذا أصابك هذا المرض تزيد من احتمالية حدوث المضاعفات وتطور الحالات إلى مشاكل تنفسية شديدة وهو ما نخشى 80% من الحالات ستصبها أعراض بسيطة أو بلا أعراض وتمر مرور الكرام إما بلا علاج أو بعلاج وعزل بسيط لعدة أيام لكن المشكلة في الحالات التي تتضهور ويحدث فيها مضاعفات والشيشة من الحاجات اللي بتقلل مقاومة الجهاز التنفسي وتزيد من احتمالية إصابة المرض وتزيد من احتمالية حدوث التطورات والمشاكل والمضاعفات من هذا المرض ونشوف الصورة اللي بعدها ياريت تكون ما حدث في هذه الفترة وفي العالم دافع للمدخنين للتوقف عن التدخين وللتوقف عن تدخين الشيشة بوجه الخصوص فكل التدخين ضرر ومرض وضرر للصحة وضرر الاقتصاد والجيب زي ما يكون تخيلوا دايما التدخين إن واحد ماسك فلوسه وبيولع فيها ومش بس بيولع فيها والنار اللي بتطلع منها بيحرق بيها نفسه فأي فكر عقيم وراء ده إنك تبقى بتدمر اقتصادك وصحتك بإيدك فالتدخين عادة قميئة وتدخين الشيشة أكثر ضررا ولو طلعنا بدرس من الكورونا في الامتناع عن التدخين وتقليل التدخين وتقليل التدخين الشيشة والامتناع عنها يبقى يا ريت ودي توصيات وزارة الصحة المصرية اللي بتقول أن تدخين الشيشة يزيد من انتقال الفيروس وخطر انتقال الفيروس مع كل جزء بيمكن يكون مصدر للعدوى حتى لو المبسم حتى لو اللي والخراطيم وأهمية التوقف عن التدخين والتوقف عن تدخين الشيشة بوجه الخصوص واللي بالآخر كده بقى يشوف قهوة دلوقتي بتقدم شيشة للرواد بتوعها يروح يبلغ عنها من الآخر كده حماية لنفسه والبيت واللي قريب منهم وللناس وللمجتمع وقال الله وعقاكم وبإذن الله يزيل الله سبحانه وتعالى هذه الغمة عن قريب وبعد ما نوقن بقدرة الله سبحانه وتعالى أن يوقف هذه البشرية وعجلة الإنتاج والصفر والطائرات ومهن في كل العالم بفيروس بأقل مخلوقات الله قدرا وقدرا وحجما وبقدر الله الذي لا يقف أمامه أي تحدي بشري أو أي قدرة بشرية سبحانه وتعالى فاقت قدرته وعلمه علم الأطباء وقدرة البشر أجمعين عفانا الله وعافاكم وبإذن الله يتجدد اللقاءات اللي نتحدث فيها عن هذا بتاريخ ماضي وأنه كان ومضى ولكن يريد ناخد منه العبرة لكن للأسف الشديد أن الإنسان دائما من النسيان وهو سريع النسيان ولا يتذكر عشان كده بتتجدد آيات الله وإظهاره لقدرته علّى إن الإنسان يرجع عن غيه نستعد لاستقبال اتصالات حضراتكم اتفضلوا أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا فاند بارك الله وحضراتك شكر لحضرتك جدا كل عام وحضرتك بخير يتفضلي عمر حضرتك كم سنة؟ عمر كم سنة؟ آخر حمل حصل إمتى؟ نزل في منتصف الشهر الرابع الشهر يتبين اللي قد نزل في منتصف الشهر الرابع حصل ولادة مبكرة حصل إيه؟ انفجار مبكر لجيب الميا ولا عنق الراحة مفتح حصل انفجار بصر إجابة المياه حظمت بكات رجالون بسبب الإنسهادات إنها عزة الدكتور اللي نسابع ما يصر إن الورد اللي هو اللي ضفت على كيف المياه وانفجار بس أنا كانت بيه انفجار المبكر ثانية واحدة كده الأورام اللي فيها تحدث ولادة مبكرة الإجابة نعم تحدث ولادة مبكرة عن طريق إنها تجيب طلق مبكر وده لما يكون الورم اللي في حجمه كبير وداخل عضلة الرحم أو داخل تجويف الرحم والورم اللي في بتاع حضرتك لا حجمه كبير ولا داخل العضلة ولا داخل التجويف ولا اللي حصل لحضرتك يا ولادة مبكرة حصل انفجار مبكر لجيب الميا والانفجار المبكر لجيب الميا قعدنا سنين في البرنامج ده نحلف وأنا مبسوط إن حضرتك بتقوليني إن كل الدكاترة اللي عندكم قالوا وأكدوا اللي احنا كنا بنأكد عليه السبب الرئيسي الانفجار المبكر لجيب الميا هو التهابات مهبلية غير معالجة جيدا وغالبا سبب الميكروب هو بكتيريا الفاجينوزيس أما إننا أشيل الورم اللي في لغرض إن أمنع حدوث الولادة المبكرة وانفجار مبكر لجيب الميا فده لا علاقة له على الإطلاق من قريب أو بعيد أي ورم؟ اسمه ورم لأنه تحققت فيه ثلاث صفات والورم اللي فيه متحققة فيه الصفات دي واحد إنه بمرور الوقت والعمر حيكبر فاللي حجمه ثلاثة سنتي النهاردة بعد سنة اثنين حيبقى خمسة سنتي لما حضبتك هتحملي بيزداد أثناء الحمل اثنين الحاجة التانية اللي بتميز أي ورم أنه يضغط ما على حوله فالورم اللي فيه ده حيضغط اللي حواليه بس ده ورم خارجي وبالتالي له ضاغط على عضلة الرحم ولا ضاغطا على تجويف الرحم حتى اللحظة لو ضغط سنتحدث تلاتة الأورام بتزال بجراحة ما فيش أورام بتزال بعلاجات ده وإيه إلا فيه مناظر وبالتالي لإنه ورم هيفضل يجبر ولإنه ورم هيضغط ويؤثر ولإنه ورم سيحتاج إلى جراحة لكن السؤال هل نحتاج إلى هذه الجراحة الآن في ظل حالة الست دي ده عليها معايير حجم الورم ده وموقعه والتاريخ بتاع الست إنها ما عندهاش أعراض منه وبتحمل بسهولة والمشكلة اللي حصلت أثناء الحمل لا علاقة لها بالورم اللي في لا يحتم إزالته فيه بقى ميزة واحدة في إن أنا أزيله ما لهاش علاقة بالولادة المبكرة والانفجار المبكر تجيب المياه إن حجمه 3 سنطي وإن خارجي وإن ده آجل أو عاجل هحتاج أزيله وإن ده حجم يقدر يشيله جراح مناظير بالمنظار بسهولة فلو أنا شلته النهار ده بالمنظار المقولة اللي ملهاش علاقة بالطب اللي كتير من الستات تقعد تقولها هتقولك أخليه وابقى شيل وقت الولادة في نفس العملية الأورام اللي فيها لا تزال بالجراحة أثناء الحمل ولا أثناء الولادة ولا حتى بعد الولادة بشهرين لأن دموية الرحم ودموية الورم اللي في بتبقى عالية جدا وفقد الدم أثناء الجراحة بيبقى عالية جدا أرجو لو حضرتك لسه معايا يتعلقي لو حضرتك اتفضلي لو ما كانش يبقى أنا جاوبت كده هو ده السؤال اللي أنا عايز أسأله هل أنا مش عارفها قد قرار الدكتور مصر أني أسلو الورم اللي في يعني أنا عندي تكييفات وعمل منظار وكده وبش مجد صعوبة مصر أني ممكن الورم اللي في كده هو بتأخير الحمل يعني أنا بأخذ منشطات وكده بوصل الحمل برده الورم اللي في الورم اللي في ليس سبب لتأخير الحمل طالما هو خارجيا الورم اللي في يؤخر الحمل لو داخل تجويف الرحم الورم اللي في إزالته يفضل الآن لأنه ممكن يتشلب المنظار لكنه ليس حتما الورم اللي في لا علاقة له بالانفجار المبكر ليجيب الميا الورم اللي في إذا كان حد حيشيله بفتح بطن ده خراب الليته أحسن ما هو هو حضرتك في كلمة حاجة تجلت في إحدى الحلقات السابقة جاعد حدني أي سيدة تسعى إلى الحمل وده فتح البطن خراب لأي أيها يا فد وأنا لسه وأنا أكدت هو قلت نفس اللفظ فتح البطن خراب فالورم اللي في ده مش محتاجين نشيله بس إذا كان حد مصر أن يشيله عشان يشيله بمنزار وأنا باحمل بمنزار لعلاج التكييسات ويستبعد وجود مشاكل أخرى جميل لكن حد هيفتح بطني عشان يشيل الورم اللي في ده فلا فائدة مطلقا منه وهناك أضرار عديدة شكرا لحضرتك يا دكتور العففا بالتوفيق إن شاء الله الأورام اللي في أورام نسبة حدوثها لا تقل عن 30% تلت السيدات اللي في البشرية عندهم أورام اللي في إزاي دكتور انت رسا بتقول أورام اللي في لا تزال إلا بجراحة احنا ما شوفناش تلت الستات بيعملوا جراحة انت متخيل يعني ايه تلت الستات يعني من كل تلت ستات واحدة هتعمل جراحة قامه 30% من السيدات عندهم أورام اللي في لكن نسبة كبيرة من اللي عندهم أورام اللي في لا يحتاجوا لجراحة لأن المعايير التي بناء عليها نبني قرار إن الست دي تعمل جراحة هي معايير حجم الورام اللي في فين موقعه فين فانهي طبقة من طبقات الرحم نمرة ثلاثة الأعراض اللي عاملها ايه وبالتالي بالتبديل والتوفيق بقى لما نلاقي ست عندها ورام اللي في خارجي وحجمه متوسط ثلاثة سنطي ومش عامل أعراض ده ما بنعمل لوش جراحة ممكن أن نتابعه فقط وبالتالي صحيح الأورام اللي فيها منتشرة جدا وموجودة في تلت السيدات في البشرية لكن نسبة كبيرة من اللي عندهم مش هيحتاجوا إلى تدخل جراحة لكن ما فيش حاجة كمان اسمها إن أنا أعالجه بعلاج ولا إني الورام اللي في ده أشيله بعملية أثناء الولادة معنا اتصال تليفوني آخر طيب حاضر هناخد الاتصال التليفوني بعد فاصل قصير كل السيدات وكل الأنسات فاصل وبعد الفاصل معكم ونواصل بشة خير عدنا إليكم بعد الفاصل ونستكمل الحديث ونستكمل استقبال اتصالات حضراتكم ونستكمل بشة خير قبل الفاصل كنا بنتكلم على الأورام اللي فيها وإذا كان في وقت بين الاتصالات هنتكلم أكتر على الأورام اللي فيها عشان نبقى أجملنا الموضوع كله بس ناخد الاتصال اللي معانا تفضل يا أستاذ محمود تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك الزوجة عملت ننزار أيوة عراحل يعني آه وحاكس حامل تمام أكيد حضراتك تقصد منزار بطن بس أنتوا دايما تقولوا الغلطة دي منزار بطن منزار بطن عشان إيه كانت داعي إيه لعمل منزار عملت عملية قبل كده بفتح بطن فالدكتور قال حصل التساقات شديدة من أثر الجراحة السابقة فلازم نعمل منزار لاستكشاف للتساقات وتحديد درجتها ومحاولة حلها وعمل المنزار وحلوا للتساقات وربنا أكرمنا وكانت من المسعدين اللي بعد المنزار أجدى وحصل حمل مظبوط تمام السؤال إيه بقى حدث حمل دلوك دكتور عدنا سانتين محلت حصل حمل بعد المنزار وولدت وبعدين فيه سنتين بعد الولادة ما حصلش حمل تاني أيوة رفنا كثفنا عند دكتور يعني فجل كل الإجراءات اللي انت عملتها قبل كده بتتعامل تاني أيوة قال إن الالتساقات وارد نسبة رجوعها لأنها نسبة ارتجاع عالية خاصة إن ولادة حصلت بقيصرية والست دي جسمها عرضة لتكوين التساقات فوارد الالتساقات ترجع تاني أو قد يكون هو عنده إثبات إنها رجعت فقال اللي انتو عملتوه قبل كده تعيدوه تاني الست دي ما حملتش اللي بمنزار فنعمل منزار تاني وندعو الله إن نوفق ونتكون من الناس اللي حيحصل اليوم حمل تمام؟ تمام السؤال إيه بقى؟ عايز تسألني كلام الدكتور ده صحيح؟ السؤال إنا عزين نعرف يعني يعني ممكن إيه تحبل طبيعي من غير منزار؟ أنا ما شفتش ده يحتاج اللي يشوف مش اللي يشوف الحالة مش اللي يشوف المدام ويبص عليها يشوف أشعاتها ها؟ ليه حاجتين بيقولوا إن فيه التساقات الأشعة اللي بالسبغة وأحياناً الصنار المهبلي لو يكون كفاقته عالية يثبت إن فيه التساقات لكن إن أنا بالحكي كده بالتليفون مش هقدر أفيد حضرتك لكن السؤال الكلام اللي بيقوله الدكتور ده وارد يبدو منطقي الإجابة نعم لكن الحكم اليقيني المين للي يمسك الأشعة في إيده يعني كمان حضرتك ممكن تقول لي طب إحنا عملنا أشعة السبغة هصورها وأبعثها لحضرتك ولا لها أي قيمة أشعة السبغة يحكم عليها من تجلس المريضة أمامه ويمسك الأشعة بيده ويراها بعينه لأنها حاجة محتاجة لتطقيق شديد ما ينفعش حتى صورة مرسلة كويس؟ وبالتالي نرجع نقول أهو زي ما كنا بنقول فتح البطن لأي ست ترغب في حدوث حمل خراب ويجب أن يكون الحل الأخير ويجب أن يكون اللي مفيش غيره ونعمله إمتى لما يبقى مفيش أي إمكانية لأن التدخل بالمنظار يبقى وارد فتح البطن يحدث منه التساقات لأن فتح البطن يزيد نسب للتساقات وفي ستات جسمها عرضة وأنسجتها عرضة لتكوين التساقات لما يحصل التساقات الأشعة اللي بيستبغى فقط ترجح يعني قد تقول إن الأغلب فيه لكن اليقيني إن فيه التساقات ولا أهو عمل منظار فعمل المنظار لإثبات إن فيه التساقات هو عمل تشخيصي لازم اللي بيعمل منظار يبقى عنده كفاءة ومهارة إنه إذا دخل لأب المنظار للتساقات يحول المنظار التشخيصي إلى منظار علاجي والالتساقات أحياناً لا تكون لها أعراض سوى أنها تمنع الست من الحمل وأحياناً لها أعراض والالتساقات درجات لا يمكن تحديد درجتها لما ندخل بالمنظار إحنا نقدر نقول قبلها فيه التساقات أنهي درجة ما نعرفش فيه درجات بالمنظار زي الفروزن بيلبس الحوض المتجمد ما بفيش رجع إنك تقدر تحلل الالتساقات وإذا عملت جراحة بتبقى متقدمة جداً يعني درجة جديدة جراحة طويلة ومرهقة وفيها ريسك مخطرة عالية بجرح الأمعاء أو 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 واحتمالية الحمل بعدها قليلة فيه درجة أقل من الالتساقات درجة ثلاثة نقوم نبقى المحاولة تبقى مخطرتها أقل وفرص حدوث الحمل أعلى وفيه الالتساقات بسيطة فعلى حسب إيه نوع ودرجة الالتساقات والمنظار دوره تشخيص يشخص اللي موجود ويتعامل معها واللي بنحل الالتساقات مش كلهم بيحملوا ده 30% من الناس اللي نخرج نقول حلينا الالتساقات 30% فقط بيحملوا و70% قد لا يحملوا حضرتكم كنتوا بسم الله ومشهو الله من الناس اللي المنظار أجدى معهم الست دي راحت ولدت بقيسرية طب عملوا يا قيسرية ليه؟ إنها عاملة عملية فتح بطن قبل كده ولإنها حملت حمل عزيز وغالي بعد عملية وجراحة وبالتالي كانت ترجيحنا تولد بقيسرية فعملت قيسرية وهي جراحة بفتح بطن فقد تزيد نسب تكرار للتساقات لإن الست دي جسمها وأنسجتها عرضة لده والآن لا يحدث حمل على مدى سنتين فالست دي ما حملتش قبل كده أقل من منظار فكل السؤال بدل من قول ده الحمد لله اللي عمل لها المنظار الراجل كويس وشاطر وعمل منظار وحملة بعده كل السؤال وإحنا ممكن نحمل من غير المنظار المنظار لا يضر وقد يفيد وهو الدليل القطعي لوجود التساقات وهو الطريقة المثلة لأن لو موجود التساقات نزلها ربنا يوفقكم معنا التساقات التليفوني آخر تفضلي يا أم عم أيها دكتور أهلي باباستي تفضلي دعا صمحت يا دكتور أنا والدى بقلي أربع شهور أيو كنت والدى كايسرين فأيكي عندك ورنبا أتشال لا أعرف ويأحي أنا باوي أيو فأيكي عن نزلوك من ساعت يا دكتور مساءتنا أتشال وقات لي البريد بعدها بعدها بعد الأربعين كده قات لي مرة ومن بعدها ما عدت شي قات عملت اختبار حمل اللي هو بالدم أنا ما فيش حمل هو حضرتك مش بتردعي برد طيب وانتي ما تسمعيش كده بين الستات والمشهور والفولكلور واللي عام بقاله سنين إن اللي بيردعه وجايز متجلهمش دورة أنا في الحمل الأولين بعد الأولادة بس جاي عادي كنت حصل الأولاب وقد تنزل معادها كل شهر عشان حضرتك كنت مركبة الأولاب فده كان مساعد إنها تنزل وحتى لو مركبة الأولاب المراضي فكل ولادة بحلها يعني ايه؟ يعني أنا مرة قبل كده ولدت وما جات ليش دورة خالص طوال فترة الرضاع أيوة الولادة اللي بعدها جات للدورة بانتظام طوال فترة الرضاع ده طبيعي وده طبيعي ده وارد وده وارد أنا بسأل أنا بسأل عشان فترة الورم اللي هما زالوا ساعة الولادة أنا مش عارف ورم إيه؟ حضرتك قلت ورم اللي هو إيه؟ ورم كان خارج الرحم قاله زي أربعة سنتي جده يا فاندم حضرتك الوقتي بصي حضرتك بتقولي إيه؟ بتقولي مكانه وحجمه وبتقولي ورم خارج الرحم زي أربعة سنتي حتى ماشي لا اسمه إيه بقى؟ لا مش عارفين ولا إنه هو لا يا فاندم حضرتك هم مش هم عارفين اللي مش عارف هو حضرتك واللي لازم يعرف هو حضرتك واللي لازم تعودي وتفهمي هو حضرتك أنا كان عندي ورم إيه؟ ها؟ وحجمه إيه؟ وشلتول إيه؟ وده كان ممكن يتساب ولا لأ؟ وليه ما اكتشفتهوش طوال حملة 9 شهور اللي أنا كنت باجي وتعملولي صنار وتقولولي ما عنديكيش حاجة؟ كل دي أسئلة يجب إن حضرتك تحصلي على إجابة ليها من مين؟ من من رأى؟ أما بالنسبة لإن الدورة ما بتجيش فدوارد مع الرضعة طيب نتكلم تاني على الأورام اللي فيها ما لها؟ أورام حميدة تماماً من مبدأها لمنتهائها ما فيش أورام اللي فيها بتقلب إلى أورام خميفة إلا في ما نظر تقريباً دمش موجود والأورام اللي فيها نسبة حدوثها عالية جداً موجودة في تلت السيدات والأورام اللي فيها أغلب فترات حدوثها بتكون سنة 20 إلى 40 سنة والأعلى نسب هي في سنة 30 الأورام اللي فيها لها استعداد عائلي ففي عائلات كلها عندهم أورام اللي فيها لها استعداد عرقي ففي بعض الدول نسبة الإصابة بالأورام اللي فيها والأعراق والأجناس تبقى نسبة أعلى الأورام اللي فيها أورام منتشرة تماماً نسبة حدوثها لا تقل عن تلت السيدات الأورام اللي فيه أنواع طبقاً للمكان اللي موجود فيه قد يتواجد الورام اللي فيه في جسم الرحم وهو الأغلب في عنق الرحم وهو نادر في الأربطة الرحمية وهو نادر جداً الأورام اللي فيه اللي فيه جسم الرحم كمان تلتة نواع بناء على موقعها أورام اللي فيه داخل تجويف الرحم وهو مكان حساس ومؤثر وهذه الأورام تزال حتى لو حجمها صغير أو مليمترات لأنها في السيدة التي ترغب في حمل قد تمنح حمله وتعوقه وممكن تحدث نزيف لاقتربها من المنطقة الحساسة المؤثرة من الرحم الأورام اللي فيها إلا في عضلة الرحم ده النوع الثاني ودي لا تزال إلا إذا كان حجمها متوسط فيما فوق يعني منتكلم من 3 سنتي فيما فوق وأحدثت أعراض وأكثر الأعراض التي تحدثها الأورام اللي فيها إلا في عضلة الرحم هي نزيف في معادة دورة وقد يتطور إلى غير معادة دورة والأورام اللي فيها النوع الثالث هي الأورام اللي فيها الخارجية خارج عضلة الرحم وهذه الأورام لا تؤثر ولا تحدث أعراض ولا تزال ولا نفكر في إزالتها إلا إذا كان حجمها كبير جدا كلمة كبير جدا بنتكلم على 5-6 سنطي فيما فوق والأورام اللي فيها لا تمنح حمل إلا إذا كانت داخل التجويف وهي بذاتها لا تمنح حمل في الأغلب إلا إذا ضغطت على الأنابيب أو التجويف لكن قد يصاحبها بنسبة عالية المرض الشهير مرض البطانة المهاجرة فإذا صاحبها البطانة المهاجرة كان منع الحمل بسبب البطانة المهاجرة صادقها وليس بسببها هي معانا اتصال تليفوني آخر تفضلي يا إيمان أنا السلام عليك يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا متجوزة بأهدي سنة ونصف وأول كم شهر كده بطني واجعتني شاية روحك للدكتورة تحت النساء قالت لي عندي كيس وهنتبع كل 3 شهر كيس حجمه إيه؟ نوعه إيه؟ 3 سنطي في 4 سنطي عمي بيد اليمين كيس نوعه إيه؟ مية دم كيس مية وبعدين؟ وقالت لي هنتبع كل 3 شهور فأنا لما فيه يعني من السرحة مصدقتهاش قوي فاروحت الدكتورة تانية بس كان بعد الدورة قالت لي أنت ما عندكش حاج ما فيش أكاس قدامي بس عملت لي سنار مهدني وهو السنار الأولاني ثانية واحدة ثانية واحدة بعد ذلك السنار الأولاني كان من البطن؟ أو من البطن أي سنار من البطن هو وهم؟ أي سنار من البطن؟ أقولي ورايا كده إيه؟ وهم وهم أمراض نسا أمراض نسا يعني الستات اللي مش حوامل أمراض نسا يعني السيدات اللي مش حوامل تشخص بسنار مهبلي حتى الآنسات عندنا عندهم عندنا قصة العذرية ومش قادرين نعمل سنار مهبلي فلما يستعص علينا نعمل سنار من الشرج كويس؟ لكن السنار من البطن ماله لا يرى شيء وهو وهم تمام؟ وهو أنا بعدها اتكررت الكيزة الثاني بعد ستة أو سبع شهور وارد أنا ما بتكلمش هو اتكرر ومن اتكررش أنا بتكلم الطريقة للتشخيص عمل السنار من البطن إيه؟ وهم وهم تمام؟ بعديها بقى في كذا فترة عملت سنار تاني لقوا كيس وبعدين؟ أه لما بحس المدرع بجنبي قبل الدورة بيوم بحس ان الكيزة دار جالي تاني فبروح اتشاف عن الدكتر بيقل لي بقى ان هو اتنين فلسة ونفر الجاني دول موضة شهر خمس يوم الدورة اللي هو لونه ابيض بيش في بني وبعدها كشفت تاني رقع قال لي تعاليلي اول يوم الدورة كشف علي وقال لي ان هو مش موجود طيب اكياس المية بس انا حديث شو بيقول لي ما عندي كيش حاجة تمنى الحمل سواني يا فندم عملت لتحكي الهرمولايات سانية واحدة سانية واحدة حضرتك بس توقفي سواني اكياس المية لا تمنى حمل حتى لو حجمها كبير اكياس المية لا تعالج إلا إذا كان حجمها كبير قوي الكيس اللي اتنين ونص سنتي ده أكنه مش موجود حضرتك ده من غير أي علاج سيختفي السؤال الله ما خدت علاج لمدة شهر واختفى يا فندم انا بقول حتى من غير علاج سيختفي السؤال السؤال هو ليه انا بتتكرر للاكياس ده السؤال اللازم يجاب عليه كم مليون 6 و 8 من 10 والل اتش 7 و 7 من 10 والبلوراكتين والبلوراكتين ليفل 4 و 46 طيب وقالوا لحضرتك ايه على التحليل دي انا صراحة ما روحتش انا ببصك في كلام حضرتك اكتر عشان اتعبت من روح الدكات اللي روحت كتير قوي طيب وشعرك كده بقالوا الفترة الاخيرة دي اخباره ايه مش بيقع كتير شعري بيقع وبطني من تحت كبر انا وزني اول من الجواز كان 53 الوقت 62 بس نفس بقى يعني الوزن اكثر الوقت 62 وكل الزيادة دي في منطقة البطن من تحت السرة او لدرجة الستات ده مش معناه حاجة بس انا شايفة اتغير من قبل الجواز لبعد الجواز لا يا فدب ده معناه حاجة بس هما كالعادة ما بيقولوش لحضرتك الحقيقة بس خليكي بس خليني اسأل كده والستات صاحبات والدتك اللي ما كانوش شايفوكي من قبل الجواز واحدة منهم لما شايفتك قريب قالتلك انت بطنك عليت كده ليه انت حامل اتي كمان مش عارفة الديو سؤال اه يا فندم حصل الكلام اللي انا بقوله ده شكل كده هايش ايوه طيب يا فندم لان بتاع ما حملتش ولا خليت عشان بطني تكبر يا جماعة السبار ده بقولولي عادي مين دولي بقولوليك عادي اه يعني قريبنا والدكتور والدكتور بيقول ما فيش تكاييسات لما بيعمليه ما يقولي ما فيش حاجة عندك تكاييسات بس انا اللحظة لفرق الجسم طيب يا فندم كل اللي حضرتك قلتيه وتقلك كلام مضلل تمام وولدتك وخالتك وعمتك والستات اللي في عائلتكم ما يتعبش عليهم بس يتعب عليهم انهم بيفتوا في غير علمهم تمام وانهم لو فيهم حد عايز يفيدك يقولك لو سمحتي ما تسألناش وما تسمعيش كلامنا واحنا مش حنفتي حضرتك تاخذي بعضك وتروحي لدكتور المتخصص لانك بقالك سنوي وما حصلش حمل وفي مشاكل بتحصل ده لو واحدة فيهم بتفيدك واللي تقول كلمة غير كده تبقى مش بتفيدك تمام ولو بتتعمد تضرك مش هتعمل حاجة اكتر من نهية تطمنك بالكد عظيم ونفس الكلام ونفس الكلام يسري على من قال لحضرتك انك ما عندكيش حاجة لان التحليل اللي حضرتك عاملها دي تشير الى تكاييس مبايد من درجة واضحة وصارخة وناطقة وتكاييس المبايد هو خلل هرموني يشخص بتحليل الهرمونات وقد يتغير شكل المبيض بالصنار وقد لا وقد يتغير شكل المبيض ويمكر اللي بيشوفه لإصراره وعناده وإصراره على ألا يقول الحقيقة وهذه التحليل تشير الى تكاييس مبايد من درجة واضحة تؤثر في الدورة في عدد أيامها وكميتها ما تأخرهاش لكن تؤثر في كميتها وعدد أيامها وشعر راسك هيوع كتير وبشرتك هتتغير وحيبتدي يبقى فيه حبوب تظهر في وشك ودهرك وكتافك وزيادتك في الوزن كلها في منطقة أسفل البطن وحيحصل خلل في الطبويد بما يؤدي إلى عدم حدوث طبويد وبالتالي عدم حدوث حمل وإذا حدث الطبويد البويضة هتكبر ولا تخرجش وتكون كيس كل شوية وهذا هو ما يحدث لحضرتك يقينا طب أنا أعمل إيه أذهب إلى طبيب متخصص يقول الحقيقة وكلام علمي أي سيد أذهب إلى طبيب متخصص يقول الحقيقة وكلام علمي أكيد يقينا وأي حد يقول غير كده اللي تخش قدامه يقول غير كده يعرف أنه لا يقول الحقيقة أنا ما أعمل عملية يعني منذور ولا سهل أنه أخذ دواء ويروح أنا ما أعرفش ده لأن اللي يعرفه هو اللي حضرتك هتعودي قدامه وحيشوف حضرتك بعينه شرط أن يكون طبيب متخصص في مجال تأخر الحمل ويقول الحقيقة وكلام علمي لأن كل ما يقيل لحضرتك لا هو حقيقة ولا هو كلام علمي لو الفيديو معنا وعام وقت فاضل أديه في الحالة طيب ممكن ناخد لو فيه اتصال ناخده بعدين نشوف الفيديو إذا ما كانش فيه اتصال ناخد الفيديو طيب الفيديو ده حيورد لحضرتكو حاجة مهمة جدا أهمية ارتداء الكمامة اللي بنقول أن هي يجب أن تلازمك في هذه الفترة وهناها وقاية هامة جدا من مرض الكوفيد 19 بس كمان حضرتك الكمامة بتاعتك دي مش تقوم وقع منك في الشارع وتقوم حضرتك متوحة على طول إيدك لأنها وسيلة لانتقال العدوى بالتلامس هنشوف بقا فيديو بيبين بالميكروسكوب لما نقرب كده سطح الكمامة الخارجي اللي حضرتك ماشي بيها في الشارع اللي حامتك من أن الفيروس يخش لك أو حامت الفيروس أنه يخرج منك للناس سطح الكمامة دي فيه ايه؟ نشوف الفيديو ده هنقرب اهو وحندخل داخل نسيج الكمامة ونكبر بالميكروسكوب ونشوف الكمامة دي ماذا تحمله في البورز الفتحات بتاعتها هنكبر أكتر آه أهم دي كل هذه الفتحات بتاعت الكمامة مليانة بفيروسات وبميكروبات أخرى فحضرتك بقى لو سمحت علشان وقاية للناس الكمامة اللي حضرتك تخلعها قصها اقطعها اربطها ارميها في مكان ما يبقاش الناس مصدر عدوى ليهم لأنها مليانة ومشبعة بميكروبات وبفيروسات وما يبقاش حضرتك كل شوية عمل تلمس سطح الكمامة دي بإيدك وبعدين نقف كده بعد اذنك ونقف نقف معلش نقف للصورة الأخيرة لما نيني الصورة الأخيرة نقف عليك وتيجي حضرتك تلمس وشك أو أنفك أو مناخيرك أو فمك أو عينك الحاجات اللي فيها الأقشان المخاطئة الحساسة دي منطقة لدخول الفيروس فيبقى الكمامة اللي احنا بنستخدمها وقاية بقت مصدر هي للعدوى لسه هنكبر أكتر اللي طبعا هنتكلم على حاجات متناهية الصغر نقف بقى نقف كل النقاط البيضة اللي حضرتكوا شايفينها دي دي ميكروبات بعضها بكتيريا وبعدها فيروسات محملة مشبعة ده الرزاز بتاع حضرتك وانت بتتكلم أو انت بتتنفس أو كحيت أو عطست أو اللي قدامك عمل كده فالرزاز كان محملا بحمل فيروسي وبكتيري عالي فالكمامة وقفت حقاية صد بس هي السطح بتاعها ممتلئ بدا فلو سمحت ما تجيبش ايدك على السطح الخارجي للكمامة استخدم دايما الروباط بتاعها عشان تشيلها أو تتعامل معاها ما تجيبش ايدك على السطح الخارجي للكمامة لما ايدك تيجي عليها تخلاص الكمامة دي بازت وانت خلاص مش هتستعملها تقوم تربط الكمامة دي تقصها تتخلص منها في مكان آمن مش ترميها في الشارع وتروح تغسل ايدك بعد ما تتعامل معاها علشان ما تبقاش هي تتحول من مصدر للوقاية الى مصدر للعدوى شفاكم الله وعفاكم فيه اتخال معنا؟ طيب هناخد شايماء وبعدين هنشوف الصور اللي فضلة بعد إذن حضراتكم او بس تبلغوني الوقت وفضل في قدية تفضل عليها شايماء تفضل عليها فن ازيك يا دكتور اهلا بحضرتك طيب صبحت يا دكتور انا متجاوزة بقى انا خمس تنين وبعدين حملت في شهر اتنين واحد اللي فات بس قط على طول يعني حضرتك قعدتي اربع سنين زواج بدون ما يحصل حمله مطلقا؟ لا وجوزي كان بيسافر وبعدين يجي فالشهر اللي يجي في حملت تام شهره على طول تمام يعني انا جوزي مش موجود معايا معظم الوقت وما فيش علاقة زوجية منتظمة لكن لما جيه اخر مرة حصل حمل يعني الاربع سنين دواز دول اللي يقف علي واللي يتحسب علي فيهم ست تمن شهور هم دول اللي بيعودهم معايا ايه تمام حصل حمله وانتهى بإجهاض نزل بعد 11 يوم ايه وبعدين ما حصلش حمله اخدت منشطات كتير فالدكتور عيزل البواحدة ما بتكبرش ما بتكبرش؟ اه ايه وبعدين بقى اخدت اخر دكتور قال لي بعد كده حقني بقى انت اخدت منشطات معكش نفعلك علا يا فندم عايزين يعملولك حقن مجهاري وانت متجوزك باي الاسم خمس سنين لكن الفعل اقل من سنة يعني حضرتك باي يا دكتور ما هو يا دكتور جود قاعد معايا سنة ودي تاني سنة بالضبط اه يعني هو بقى له سنة بقى من بعد الاجهاض واقعد معاك ايه في ظل وقف الحال اللي موجود الايام دي ده ايه وخدت منشطات كتير اما الدكتور قال لي حضرتك انت خدت منشطات كتير روحي بقى اعملي حقن مجهاري مع انك كنت حامل من سنة مش كده ايه بس الدكتور اللي قابل عليك للبيضة ما بتكبرش واللي عليك ما بتجبش معك نتيجة هو حضرتك سنك كم سنة ثلاثة وعشرين وتحاليل الهرمونات بتاعتك اخبارها ايه انا والله يا دكتور ده قال ليك لي اعمل تحليلات عشان اضغاط عملت وبعدين اعمل لي اعملت لي تحليل تاني بس ما عرفش قال ليك لي تحليلك حلو حلو وعملت لكي اعملت هرمونات اللبن اه وعملت تحليل اسم المخزون المبيض من البوايضات لا ما عملت اسرع وحد طلب من حضرتك مثلا تعملي اشعة بالسبغة وشافوا الانبيب اخبارها ايه 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 وعملت اشعة في السابق السابق عند دكتور قبل وغزك المسافر وقال لان قال لي حلوة حلوة طيب ان شاء الله تبقى حالتك كلها حلوة وتبقى انت حلوة بس لازم عشان يكتمل الكلام الحلو حد حلو يشوفك ويقول كلام علمي مظبوط لان اللجوء للحقن المجهري في واحدة عمرها 23 سنة ولسه كانت حامل من سنة يعني قرار متعجل شويتين تمام فاحنا محتاجين حد متخصص تروحيله والتحاليل تكتمل عشان يبقى فيه تشخيص لان يبدو ان حالة حضرتك مع علاج بسيط بعد اكتشاف السبب ممكن ان يحدث حمل باذن الله تعالى ان شاء الله ف للأسف الشديد مصر من اعلى الدول العالم فيه اصابات الاطباء وفيات الاطباء بمرض الكوفيد 19 والوفيات الموسطقة من الاطباء المصريين تفوق 150 حالة حتى هذه اللحظة وبنسب عالية تقريبا تقترب من 4-5% من نسب الوفيات المصرية وهي نسب عالية جدا وزي ما وجهت التحية في هذا البرنامج لكل الاطباء اللي كانوا خط الدفاع الاول امام صحة المصريين وزي ما بقالي اسبوعين بقول المحافظة الساحلية والمحافظات الساحلية اللي زادت فيهم النسب فالاسبوع الماضي نعاية الزميلة العزيزة التي كنت اعرفها شخصيا دكتورة عسمت استشارية النساء والتوليد بالاسكندرية واليوم احكي لحضراتكم قصة الطبيبين اللي توفيوا في مستشفى اللي كانوا بيعملوا في مستشفى عزل المعمورة في الاسكندرية عليكم تدركوا المناطق التي اعنيها هو مين نشوف الصورة الاولانية بعد اذن حضراتكم ده الدكتور محمد دكتور محمد مندور توتو بتهايلي الاسم كده ارجو نكون قلت الاسم مصبوط وهو طبيب الامراض الصدرية في اتكو وكان يعمل بمستشفى العزل بالمعمورة والذي وفته المنية نتيجة لمضاعفات مرض الكوفيد ناينتين يوم واحد اغسطس 2020 رحمة الله تعالى عليه شاب يسعد ويفرح عريس السماء باذن الله تعالى وبعد عدة ايام لحقه الدكتور احمد والدكتور احمد له قصص تحكى هقول لحضراتكم القصة حالا بس يعني نشوف كده الخبر يا جماعة لو معنا نشوفه كده اخباره ايه الصورة اللي بعدها انا حاول معاكو بس كده عشان الصورة بعيدة قوي عني فمش هقدر اشوف الكلام حاول انا هقراه دي الخبر عن الرسالة الاخيرة اللي شوفنا صورته الاخيرة ده الدكتور احمد ماضي والدكتور احمد ماضي هو اخصائي الامراض الصدرية بالاسكندرية والذي كان يعالج مرضى الكورونا في مستشفى العزل بالمعمورة وتوفي متأثرا بمضاعفات هذا المرض ونشر عن لسانه هذه الكلمات اللي حنشوفها في الصورة اللي بعدها الدكتور احمد اصيب بالكورونا فدخل الى المستشفى ثم مستشفى العزل ثم الى العناية المركزة نتيجة لتظاهر حالته والرسالة الاخيرة التي كتبها الدكتور احمد ماضي اخصائي الامراض الصدرية تفاصيل الرسالة هي قدام حضراتكم نجيب الصورة اللي بعدها بعد اذن حضراتكم التفاصيل حقرى للحضراتكم اللي كتبوا بالضبط بينما انا راقد على سريري بالعناية المركزة اكافح كي اتنفس الهواء بصعوبة ينهش كل قطعة من جسدي الذي لم يبقى فيه شيء غير متصل بانابيب وخراطين اراقب نظرات زملائي من الاطباء والتمريد ما بين خوف خايفين على حياته ورجاء ان ربنا يكرمه وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي كانوا حيوصلوا على جهاز التنفس الصناعي لهبوط حاد في نسبة الاكسوجين بالدم قولنا قبل كده ان مرض الكوفيد-19 بيعمل حاجة اسمها للأسف هابي هايبوكسيا معلنا فشل جهاز التنفس الرباني في العمل وبداية طريق انا اعلم نهاياته المحتومة لان للأسف الشديد المرضى اللي بيتحطوا على اجهزة التنفس الصناعي في مرض كوفيد-19 قليل منهم جدا اللي بيخرجوا من هذه المشكلة وبداية طريق انا اعلم نهاياته المحتومة طالما شاهدته وانا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين نخلي الصورة جماعة فول سكرين واستطيع ان ارى نهاياته الان بوضوح منذ ايام واتبعت زميلا لي كان يرقد على بعض خطوات مني الدكتور محمد اللي شوفنا الصورته واللي توفي قبله بحوالي 15 يوم وكان قد سبقني الى انا الى ما انا زاهب اليه الان لست والله خائفا الان فانا اشهد الله بانني لم اقصر في اداء الواجب وتحمل الامانة هذا هو زريعك وشفيعك قدام الله يا دكتور احمد باذن الله تعالى وهو ما نرجو من الله ان يكون شفعنا جميعا الاطباء يوم الدين فانا اشهد الله انني لم اقصر في اداء الواجب وتحمل الامانة ارجو من الله ان يتقبلها خالصة لوجه الكريم وان يجعل عملنا ومرضانا ومرضانا هذا في ميزان حسنتنا يوم نلقاه كل ما ارجوه انبادر بي الاجل وحانت لحظة الفراق ان يتكفى الله برعايته وحفظه اسرتي واطفالي الذين افتقدهم بشدة ويعتصر قلبي فرقهم وصياتي اليك يا الله اطفالي الذين لن افرح بهم استودعتك يا الله هؤلاء الاطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة الا بك وان تذكروني اخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعاءكم احمد ماضي رحمة الله عليه توفي منذ عدة ايام يا دكتور احمد ارجو من الله ان يجعل عملك شفيعك عنده وان يجمعك بصديقك وزميلك وان يجمع معكم كل من اخلص في عمله في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهذا ما نرجوه ولا نملك الا ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله شاف الله المرضى وعافاهم ودافع عن الاطباء امام ما يتعرضون له من نظرات الناس ومن معاملتهم ومن امراض جنود مصر الغليين المدافعين عن صحة المصريين يتساقط منهم الشهداء واحدا تلو الآخر ولا يملكون ولا يتأخرون ولا يملكون الا شجاعة ورباطة جأش يحسدهم الناس عليها في العمل والتفاني فيه ومواجهة هذا المرض سنظل على الوعد والعهد مخلصين لأداء اليمين الذي اقصمنا عليه وتاركين اهلنا وابنائنا الى رعاية الله سبحانه وتعالى فهو نعم المولى ونعم النصير وخير من يحفظ ابنائك باذن الله تعالى يا دكتور احمد الى جنة الخلد و الى لقاء مع صديقك باذن الله تعالى شاف الله وعفى كل المرضى ودافع وقوى كل الاطباء كل التحية لكل الاطقم الطبية ولكل من يتساقط منهم من شهداء على مدى هذه الحرب الضروس وبإذن الله ستشرق الشمس ويزال هذا المرض ويأتي اليوم الذي تنقشع فيه هذه الغمة يقينا في رحمة الله تعالى وقدرته بإذن الله تعالى وبإذن الله نكون مجتمعين عشان نوثق هذا ونقول كل السيدات وكل الأنسات لكم مني كل التحية وكل التقدير ساعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم وإلى لقاء قريب يستمر معكم التواصل ويظل بيننا وبينكم دائما على العهد والوعد دايما دايما يا رب وشكير